قلب آسيا وعلى أرض تبلغ نحو مليون وثمانمائة ألف كيلومتر مربع تقع تركستان الشرقية والتي تسمى من قبل الصينيين منطقة شينجيونغ وهي وطن الإيغور الناطقة بالتركية حيث يبلغ تعدادهم أكثر من عشرين مليون نسمة ويمر عبرها طريق الحرير القديم وتعد واحدة من المراكز التجارية الأكثر أهمية في العالم منذ نحو ألفين عام تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين هي منجم الثروات والعصب الاقتصادي إذ تحوي على مائة وثمانية عشر نوع من المعادن وأكثر من ثلاثين منطقة لإنتاج البترول وفيها نصف احتياطي الصين من الفحم وست وخمسون منطقة لاستخراج الذخب بالإضافة إلى مناجم الملح والحديد الذي يستخرج من نحو خمسمائة وخمسين موقعا وتمتاز أيضا بتوفر الإمكانيات المائية الهائلة وخصوبة التربة فضلا عن الصناعات التقيلة والعسكرية فالصواريخ الصينية النووية والصواريخ الباليستية عابرة القارات تنتج هناك قد لا يكون الحديث عن قمع واضطهاد السلطات الصينية لمسلمين لغور بجديد فالموضوع قديم قدم احتلال الصين لتركستان الشرقية عام 1949 للميلاد وإطلاق اسم إقليم شين جيونغ عليها بل إن المجازر التي ارتكبتها القوات الصينية الغازية بحق مسلمي تركستان الشرقية تعود إلى ما قبل تاريخ احتلالها بشكل نهائي بنحو قرنين من الزمان واستمرت محاولات الصين في إخفاء ملامح تركستان بإعلان الكثير من القرارات التعصفية ومنها اعتبار الإسلام خروجا عن القانون وإرغاء الملكية الفردية وهدم المساجد واستبدال التاريخ الإسلامي بتعاليم مواد سي تونغ ومنعهم من السفر وإجبار المسلمين الإغور على معيشة ملحدين الصينيين واستضافتهم في بيوتهم وتسليم أي مواد مرتبطة بالإسلام بما في ذلك المصاحف وسجادات الصلاة وأي شيء يرمز للدين وإجبار مسلمي تركستان على تحميل تطبيق على الهاتف الجوال يقوم بعملية مسح على الملفات وإبلاغ السلطات تلقائيا إذا عثر على أي ملف ذي محتوى إسلامي كالقرآن الكريم مما يعرضهم للاعتقال وزارة الخارجية الأمريكية وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان عام 2018 قالت أن الصين تحتجز المسلمين في مراكز اعتقال بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية صحيفة فانينشل تايمز البريطانية من جانبها أكدت أن الصين قد حولت تركستان الشرقية إلى سجن كبير ولفتت إلى أن الألاف وضعوا في مراكز احتجاز غير معروفة وهناك يجبرون على تعالم منهج الحزب الشيوعي الصيني وإرغامهم على التخلي عن هوياتهم الأرقية والدينية المسلمون في تركستان الشرقية يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة إذ أشارت الأمم المتحدة في تقارير سابقة إلى أن نسبة 80% منهم تحت خط الفقر وهكذا تستمر معاناة هذا الشعب المنسي في عالم يعج بالمتناقضات ترجمة نانسي قنقر